يستمر الأطباء والعلماء في معرفة المزيد عن أليزهايمر والخرف إلا أنهم لم يتوصلوا العلاج لهما بعد ولكن هناك بعض الأدوية التي تخفف من بعض أعراض الخرف مثل فقدان الذاكرة والارتباك كافة الأدوية المرخصة من مؤسسة الغذاء والدواء تؤثر إما واحد من ناقلين عصبيين وهما بالأستيل كولين أو الجلوتامات تعمل مجموعة الأولى من الأدوية كمثبتات لإنزيم أستيل كولين استراز يعد الأستيل كولين أحد أهم من نواقل العصبية في الدماغ والجهاز العصبي فبالإضافة إلى المهام التي يقوم بها في أنحاء الجسم المختلفة فهو يقوم بمساعدة الخلايا العصبية في الدماغ على التواصل وعملية التواصل هذه هي التي تمكنكم من التفكير والتركيز والتعلم والتذكر والإحساس بالأشياء انظروا إلى هاتين الخليتين العصبيتين إحداهما ترسل الناقل العصبي الأستيل كولين ليرتبط بمستقبلات الأستيل كولين الموجودة على الخلية العصبية الأخرى وهي الخلية المستقبلة وهذه هي الآلية التي تتواصل بها الخلايا العصبية ولتنظيم عملية التواصل يعمل إنزيم أستيل كولين استراز على تفكيك الأستيل كولين الذي يتم إطلاقه وذلك لمنع تراكمه بكثرة فيتحول الأستيل كولين إلى حمض الخليك الأستيك والكولين بالتالي يتفكك جزء من الأستيل كولين وما تبقى يعمل على إيصال الرسالة العصبية للخلية الأخرى المصابون بألزهايمر لديهم كمية قليلة من الناقل العصبي أستيل كولين وعندما يكون إنزيم أستيل كولين استراز على تفكيكه تصبح الكمية أقل بكثير مما يؤثر على عملية التواصل بين الخلايا العصبية عند تناول مثبت إنزيم أستيل كولين استراز فإننا نقلل من تفكك الأستيل كولين ونساعد في تراكمه وجعله أكثر نشاطا وبالتالي تتحسن عملية التواصل بين الخلايا العصبية لدى المصابين بألزهايمر تساعد هذه الأدوية في تأخير تقدم مرض الخرف من 6 أشهر إلى سنة لـ 50% من المرضى الذين يتناولونها ولهذه الأدوية بعض الأعراض الجانبية مثل الغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية أما النوع الثاني من الأدوية فيؤثر بنواقل الجلوتومات العصبية ويسمى ميمانتين ويصفه الأطباء لمساعدة المرضى الذين يعانون من مشاكل بالذاكرة والانتباه والتفكير والمهارات اللغوية فالمحافظة على المستوى الطبيعي من الجلوتامات يساعد على التعلم والتذكر والجلوتامات من النواقل العصبية المحفزة وتصبح سامة للخلية إذا زادت عن المستوى الطبيعي فتحفيز الخلية بشكل مفرط يؤدي إلى موتها وتعد الجلوتامات مسؤولة عن فقدان مرضى ألزهايمر للخلايا العصبية وتراجع ذاكرتهم وقدرتهم على التعلم انظروا مرة أخرى لهذه الخلايا العصبية إحداهما مرسلة والأخرى مستقبلة هناك مستقبل على الخلية العصبية المستقبلة ويطلق عليه اسم مستقبل NMDA والذي يمثل البوابة التي تسمح بدخول الآيونات إلى الداخل الخلية المستقبلة لكن NMDA يسمح للآيونات بالدخول فقط عندما يرتبط بالجلوتامات فإذا كان هناك الكثير من الجلوتامات ستبقى هذه البوابة مفتوحة وسيؤدي ذلك إلى تسمم الخلية العصبية المستقبلة بسبب تحفيزها المتواصل يعمل الميمانتين على صد مستقبلات الجلوتامات فتبقى هذه البوابات مغلقة وبالتالي يقل نشاط الخلية ويعود لمستواه الطبيعي وهكذا نتجنب موت الخلية بالتسمم الناجم عن فرط التحفيز يستخدم الميمانتين في الكثير من الأحيان لعلاج حالات أليزهايمر المتوسطة والشديدة وغالباً ما يوصف مع مثبتات الأستيل كولين استراز يمكن أن يسبب الميمانتين بعض الآثار الجانبية كالصداع والارتباك والدوار وهناك طرق علاج أخرى تعالج الأعراض السلوكية مثل الانفعال والهيجان والعدوانية والقلق وفي أغلب الأحيان يتجنب الأطباء وصف الأدوية ويلجأون للعلاجات النفسية مثل التعديل السلوكي لأن العديد من الأدوية التي تهدف لعلاج الأعراض السلوكية تتسبب في زيادة الارتباك كما أنها مرتبطة بزيادة معدل الوفيات وهنا ينتهي درسنا